بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الهكيم إنك لمن المرسلين على سرات مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما منزل آباوهم فهم غافلون لقد هق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في آناقهم أغلالا فهي إلى الأثقان فهم مقمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبسرون وسواء عليهم أأنزرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نهن نهي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء أحسيناه في إمام مبين وادرب لهم مثلا أصحاب القريح إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن عليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تتيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا تائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي العبد الذي فترني وإليه ترجعون أأتخذوا من دونه عالهة إن يردني الرحمن بذر الله تغني أني شفاءتهم شيء ولا ينقذون إني إذا لفي دلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيهة واحدة فإذا هم خامدون يا هسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أهييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وآناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته وعيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادا كالأرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تبرك القمر ولا الليل سامق النهار وكل سيف لك يسبهون وآية لهم أننا حملنا زريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين عيديكم وما خلفكم لعلكم ترهمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتعموا من لو يشاء الله وتعمه إن أنتم إلا في دلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيهة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا بيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيهة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تزلموا نفس شيئا ولا تجزونا إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في دلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني عدم على تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا ثرات مستقيم ولقد أذل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على عاينهم فاستبقوا السرات فأنا يبسرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استتاعوا مذيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشيرى وما ينبغي له إنه إلا زكر وقرآن مبين لينزر من كان هيا ويهق القول على الكافرين أبا لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا آما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافي ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينسرون لا يستطيعون نسرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نتفة فإذا هو خصيم مبين ودرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يهيي لزام وهي رميم قل يهييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض مقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحانا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون